نقوم بضغط على ضبط الإعدادات بعد نقوم بضغط على طبيقات نقوم بالنزول إلى الأسفل وابحث على طبيقات تليجرام ثم نقوم بضغط على إيقاف الإجباري ثم نضغط على موافقة ثم نقوم بضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم ثم سوف نقوم بالتهاب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيقكم تليجرام سوف يدهنا على هذا الشكل وعندما تجدونا هنا تحديد قم بضغطة له وسيتم تحديد تطبيقكم تليجرام وهكذا نكون وقد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغطة لسل لايك والاشتراك في القناة أنا أكون في فيديو القادم إن شاء الله